الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أحبة الأعزاء في لقاء جديد نتذاكر فيه الأيام الخوالي أيام محمد وصحبه نتذكر فيه تلك الأيام الفاضلة الشريفة التي أمرنا بأن نتدبرها وأن نقرأها وأن نقتدي فيها بهدي محمد صلى الله عليه وسلم الوارد فيها وذلك من أسباب أن يقال لنا يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية من الوقائع العظيمة التي حصلت في عهد النبوة يوم بدر اليوم العظيم الذي نصر فيه رب العزة والجلال الإسلام وأهل الإسلام ذلكم اليوم الذي نادى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه يا رب إنه إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد اليوم ذلكم اليوم العظيم الذي وقعت فيه الأمور على خلاف موازين الناس وتقديراتهم هذه الغزوة لها سبب ينبغي أن يتفطن له وله نتيجة ينبغي أن تراعى قال تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة قبل الهجرة عندهم أموال فلما أرادوا أن يهاجروا إلى المدينة جاءت قريش بكبريائها وردت هؤلاء المهاجرين وقالت لن نسمح لكم أن تخرجوا بأموادكم فاستولوا على أموال المسلمين ظلما وعدوانا وحينئذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد لهؤلاء المسلمين الذين أخذت أموالهم ما أخذ منهم أراد أن يحقق العدل فلما سمع بقافلة تجارية عائدة من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان فيها أموال لأهل مكة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الحقوق لأصحابها وأن يرجع لأموال لأهلها ولذا طلب من أصحابه رضوان الله عليهم أن يخرجوا معه لملاقات العير فخرج أصحابه معه بغير استعداد كبير خرجوا في كلة من العدد وكلة من العتادي والعدد ولكن القافلة انحز بها أبو سفيان إلى جهة البحر فسلمت وخرج أهل مكة من أجل أن يحموا قافلتهم فالتقى الجيشان في موقعة بدر فكان ما كان وكان النصر لأهل الإيمان وكان هناك عدد من الوقائع المتعلقة بهذه الوقعة العظيمة ووقعة بدر التي وقعت في شهر رمضان المبارك من الوقائع التي وقعت قبل هذه الغزوة ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سعد بن معاذ سعد بن معاذ كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية بن خلف إذا انطلق إلى الشام ومر بالمدينة نزل ضيفا على سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ إذا مر بمكة نزل على أمية بن خلف ضيفا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي فيها انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف والد صفوان بن أمية الصحابي المعروف فسعد بن معاذ أراد أن يطوف بالبيت في حال خلوة من أهل مكة فقال سعد لأمية ما هي الساعة التي يخلو فيها البيت من الطائفين وانظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت فقال أمية بن خلف لسعد ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار يعني جاء وقت الحر الشديد وغفل الناس انطلقت فطفت وحينئذ تخرج معي أو قال انطلق في هذا الوقت فخرج أمية بن خلف ومعه سعد بن معاذ قريبا من نصف النهار فبينما سعد رضي الله عنه يطوف بالبيت في هذا الوقت إذ لقيهما أبو جهل فقال أبو جهل يا أبا صفوان من هذا الذي معك يطوف بالكعبة قال أمية هذا سعد وقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل ألا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم محمدا وآويتم أصحابه الذين صبأوا وتركوا دينهم ودين آباءهم وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم فقال نعم ما الذي حدث وما الذي وقع بين أبي جهل وبين سعد بن معاذ لعلنا إن شاء الله أن نشير إليه بعد هذا الفاصل حياكم الله تقابل سعد بن معاذ لما كان مع أمية مع أبي جهل سعد بن معاذ قد قدم من المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا ووفد على أمية ابن خلف صاحبه وطلب منه أن يطوف بالبيت في ساعة خلوة فذهب معه ليطوف في وسط النهار فقابلهم أبو جهل فقال أبو جهل من هذا الذي معك يا أبو صفوان قال هذا سعد وقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل ما لأراك تطوف بالبيت آمنا وقد آويتم محمدا ومن تبعه من الصباح وزعمتم أنكم تعينونهم وتنصرونهم فقال نعم فقال أبو جهل والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالمة فتطاول الكلام بينهم وترافع في الأصوات فقال له سعد ورفع صوته والله لو منعتني من الطواف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك لأمنعنك من طريقك على المدينة فقال أمية بن خلف لسعد يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي فقال سعد رضي الله عنه والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام فجعل أمية بن خلف يحاول أن يسكت سعد ويقول له لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فحينئذ غضب سعد فقال دعنا عنك يا أمية فوالله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك فقال أمية أنا إياي قال نعم قال أمية يقتلني بمكة قال لا أدري فقال أمية بن خلف والله إن محمد لا يكذب والله ما يكذب محمد إذا حدث ففزع أمية بن خلف لذلك فزعا شديدا حتى رجع إلى أمرأته فلما رجع إلى زوجته قال يا أم صفوان أما تعلمين ما قال أخي اليثريبي يقصد سعد بن معاذ ألم تري ما قال لي سعد قالت وماذا قال لك قال زعم أنه سمع محمد يقول ويخبر بأنه قاتلي فقلت له بمكة قال لا أدري قالت والله إن محمدا ما يكذب انظر يعرفون صدقه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستجيبوا لدعوته ولم ينقادوا لطريقته صلى الله عليه وسلم قالت والله ما يكذب محمد فقال أمي إذن والله لا أخرج من مكة إذن والله لا أخرج من مكة لما جاء يوم بدر وتمكن أبو سفيان أرسل أبو سفيان إلى أهل مكة الصريخ يناديهم استنقذوا أموالكم يا أهل مكة فتجمع أهل مكة وصاح الصائح فيهم وبدأوا يستجمعون الخروج واستنفر أبو جهل الناس قال أدرك عيركم وأدرك قافلتكم فجاء الصريخ فقالت وبدأ أميه يستعد قالت أمرأة أميه أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي إنه قال لك إن محمدا قاتلك حينئذ كره أميه أن يخرج وأراد أن لا يخرج وبدأ يستعد لذلك لكن أبا جهل علم بذلك فذهب إلى أميه فقال أبو جهل يا أميه أنت من أشراف أهل هذا الوادي والناس يتسامعون بك سر معنا على الأقل يوما أو يومين وبعد ذلك تعود فلم يزل به أبو جهل فقال له أما إذ غلبتني فوالله لأشتري أن أجود بعير ببكة فقال يا أم صفوان جهزيني قالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي قال لا لكني لا أريد أن أصل معهم وأن أجوز ما يريدون الوصول إليه وإنما أريد أن أصل معهم إلى مكان قريب وأعود فأسير يوما أو يومين فلما خرر معهم أميه كان كلما نزلوا في منزل عقل بعيره على أنه سيعود لكنه بعد ذلك يذهب معهم حتى قدر الله عز وجل عليه فمات في تلك الوقعة في غزوة بدر فكان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقعا فهذا شيء مما وقع في ذلك اليوم العظيم في يوم بدر وأذكركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء كثيرا في ذلك اليوم وأذكر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أهل مكة جمع أصحابه عنده وقال لهم بأن قريشا قد جاءتكم وأخبرهم بحقيقة الحال وقال لهم ماذا تريدون أن تفعلوا فتكلم بعض المهاجرين ثم إن بعض الأنصار ظن أنه يريدهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعهم على أن ينصره بالمدينة ولم يبايعهم على أن ينصره خارجها والغزوة في بدر خارج المدينة حتى قام له من قام فقالوا يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن امضي ونحن نقاتل معك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أشرق وجهه وسر بذلك القول العظيم فهذا شيء مما وقع في ذلك اليوم في يوم بدر ولعلنا أن نتوقف قليلا في فاصل لنستعرض بعض الوقائع بعده بإذن الله عز وجل مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وأذكركم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج من المدينة يريد القافلة التجارية معه ثلاثمائة رجل وبضعة عشر لم يكن معه عتاد كثير ولا سلاح ولا عدة ولا عدد وخرجت قريش معها قرابة الألف رجل ومعها سلحة كثيرة وعتاد وتجهيزات وقد استعدوا للقاء ذلك الموقف وللمشاركة في تلك الوقعة خرجت بخيالائها تظن أن النصر معها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما نزل أشار عليه بعض أصحابه بأن يقوم بالنزول أو بالتقدم حتى ينزل على المياه ليشرب منها ولا يتمكن عدوه من أن يشربوا منها وأمر بأن تغور الأبيار التي عندهم وأن يجعل حوض عند المسلمين ليشربوا منه تعى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك الموقف ونعم من التجأ بالله والله جل وعلا لا يخيب من رجاه ودعاء رب العزة والجلال مستجاب وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قرابة ثلاثمائة رجل وبضعة عشر كما ذكرت قبل قليل واستعرض أصحابه وكان من ضمن أصحابه البراء ابن عازب واستصاره النبي صلى الله عليه وسلم كما استصر ابن عمر رضي الله عنهما ثم بعد ذلك خرجوا وخرجوا للقتال فما هي إلا لحظات بعد أن ازتقى القوم وقعت بينهم مبارزة بين كبار قريش وكبار المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك وقعت المعركة وقتها قليل لم يمضي معها وقت كثير إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله نعم نصرهم الله عز وجل في ذلك اليوم في لحظات قليلة ومات كبار قادة قريش منهم أمية بن خلف الذي ذكرناه ومنهم أبو جهل وعتبة وشيبة وربيعة ومن كبار قريش قتل فيها سبعون رجلا آخرهم عقبة بن أبي معيط الذي وضع السلا على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان منه أذى كثير للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأسر سبعون رجلا من قريش أسر سبعون رجلا من قريش فكانت معركة عظيمة وكان يوما عظيمة نصر فيه رب العزة والجلال الإسلام وأهل الإسلام يقول ابن مسعود أتيت إلى أبي جهل وكان به رمق في يوم بدر فصعدت عليه فقال أبو جهل هل على رجل قتلتموه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من ينظر ما صنع أبو جهل أبو جهل أفعاله كبيره شنيعة فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه أبناء عفراء حتى برد فأخذ بلحيته وقال أنت أبو جهل وأخذ بلحيته فقال وهل فوق رجل قتله قومه وهل فوق رجل قتله قومه وهكذا وقعت وقع ما وقع على ذلك الموقع وذلك المنزل من قتل صناديد قريش يقول علي بن أبي طالب أنا أول من يجثو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومة وفينا نزلت هذه الآية هذان خصمان فاختصموا في ربهم وذلك أنه قبل المعركة خرج ثلاثة من قريش هم عتبة شيبة وربيعة وقالوا من يبارزنا فانتدب لهم ثلاثة من الأنصار لكنهم قالوا أخوة كرام نحن نريد أحدا من قومنا فخرج حمزة وعلي وحينئذ خرج الحارث فقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المشركين في ذلك الموقف معركة عظيمة ما أكثر حوادثها وما أعظم آثارها قلب الله بها الموازين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر